السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً وسهلاً بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد مثل ما يعرف الأغلبية منكم أنه وأني كنت أشتغل قبل بمجال تنظيم أعياد الميلاد والمناسبات بمختلف أشكالها وأنواعها وعندي قناة ثانية محتفظة بيها بأعمالي رح أخلي لكم الرابط مالتها في صندوق الوصف ومثبت في أول تعليق طبعاً الصور اللي دا تظهر أمامكم هسة هذا جزء من عملي بالسابق من كنت ببغداد كنت أشتغل بهذا المجال وقلت لكم القناة الثانية بيها تفاصيل أكثر وكل الفيديوهات والحفلات اللي سويتها بناء على طلب كثير من أصدقائي وأيضاً أنتوا طلبتوا من عندي أن نزللكم فيديوهات كثيرة عن الأعمال اليدوية فنزلت فيديو طريقة عمل زينة ورقية بسيطة تستفادون من عندها بكثير مناسبات رح أخلي لكم الرابط مالت الفيديو مثبت في صندوق الوصف وفي أول تعليق يعني مجرد تضغطون على الرابط يحولكم على الفيديو اللي نزلته إذا عجبتكم طريقة العمل وطريقة الإلقاء ويعني الشرح مات للفيديو أتمنى تشتركوا بالقناة الثانية إذا كنتوا من محبي الأعمال اليدوية حتى كل فترة أنزل فيديو إذا شفت تشجيع يعني تكون الفترات مو متباعدة إن شاء الله وكل فترة أنزل لكم في الفيديو يشرح لكم بطريقة عمل أشياء بسيطة تستفادون من عندها في مناسباتكم وحفلاتكم وتزين يعني مثلا غرف الأطفال كل هذه الأشياء اللي دا شوفوها 90% من عندها هي عمل يدوي وترتيب يدوي لأن أنا آخر مرة اشتغلت بيها قبل ثلاث سنوات فهذه الأشياء ما كانت متوفرة بسهولة مثل هزة هزة كوش يصار جاهز وموجود بالسوق ببغداد لكن قبل هذه الأشياء كنا نعملها بإيدنا وبصراحة الشغل بيها كلش حلو وممتع وجدا بسيط إذا حبيتوا الأعمال اليدوية اللي منها النوع اشتركوا بالقناة الثانية رح خليلكم الرابط مالتها في صندوق الوصف ومثبت في أول تعليق أهلا وسهلا بكم وينما تكونون دائما منوريني ومشرفيني شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة